قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجى البيت اللي استطعت إليه سبيل هذه أركان الإسلام أركان الإسلام الخمسة وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى قال صدقت قل عمر عجبنا له عادة الذي يسأل يسأل سؤال استفهام والذي يستفهم ليس له أن يقول صدقت أو كذبت لأنه لا يعرف أصلا ويستفهم لكن قوله صدقت يدل على أنه ليس مستفهما قوله صدقت يدل على أنه لم يسأل سؤال استفهام وهذا هو كذلك وإنما أراد أن يعلم الناس لكن بطريقة جديدة بطريقة غريبة عنهم قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أي من الله سبحانه وتعالى وهذه تسمى أركان الإيمان إذ لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بتلك الأركان الخمسة ولا يكون مؤمناً إلا بتلك الأركان الستة والإسلام والإيمان إذا اجتمع فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام فهما شيء واحد إذا ذكر أحدهما وهما شيئاً إذا ذكر معي